في نهاية الدرس السابق أخذنا لمحة وسيطة عن ضمائر الملكية اليوم سوف نتوسع بها ونأخذها بالتفصيل لنبدأ معنا أخذنا في الدرس السابق الضمير بنم سنين أونون بيزم سزين أونلارن هي عبارة عن الضمير بن والحق نبيه ام أصبح بنم سن سنين أونون بيز بيزم سيز سيزين أونلار أونلارن بنم شيئون يخصوني ممكن أن يكون شيئ كتاب اسم إنسان أم سنين شيئ يخصك أون يخصه بيزم يخصنا نحن سزين يخصكم أنتم أونلارن شيئ تابع لهم يأتي بعد الضمير مباشرة الاسم الاسم بشكل عام ممكن كتاب كالم سوف نأخذ أمثلة بعد قليل لنبدأ بالملحقات كما تعودنا في اللعبة التركية بعد كل ضمير أو اسم هناك ملحق له لنعوض به أما في ضمائر الملكية فهي حالة غير شبيهة بكل حالات القواعد لغة التركية سوف نبدأ الملحق في حال انتهاء الاسم بحرف ساكن أي حرف غير صوتي فيجب أن نضع حرفا صوتي رباعي ما في حالة وجود بنيم سنين رباعي ن رباعي أي أربعة الأحرف الصوتية التي قسمنا الأحرف الصوتية بها إلى أربعة مجموعات وأخذنا منها قاعدة الرباعي الذي نعوض به حسب آخر حرف صوتي بالكلمة المراد دمجها مع الضمير سنين الملحق لها للإسم التابع للسنين رباعي ن أن نضف فقط رباعي بزم رباعي ما رباعي ز سزن رباعي ن رباعي ز أن لارن إما أن نضف لار أو لاري الملحق في حال انتهاء الاسم بحرف صوتي فلا هناك داعي لإضافة حرف صوتي نحزف الحرف الصوتي الرباعي من هنا فيبقى فقط ما نحزف الرباعي هنا فيبقى ن إذن بنيم ما سنين ن نضف هنا حرف ال الرباعي هنا سوف نضف الرباعي في حال انتهاء الاسم بحرف ساكن وفي حال انتهاء بحرف صوتي يجب أن نضيف الرباعي ولكن يجب أن يكون هناك حرف حماية هذا الحرف السالس من حروف الحماية وهو الحرف الأخير أخذنا الحرف ي في حال انتهاء التغاء حرفين ساكنين سوف نضع حرف ي وهذا الحرف هو حرف س وهناك حرف ن حرف حماية السالس في انتهاء بحرف ساكن اضفنا امز أما في عدم الانتهاء فنحزف الرباعي الأول ونضيف فقط بالنسبة لأون لارن فهي أبسطها لأنها فقط نضيف لار أو ليري حسب آخر حرف صوتي في القاعدة هنا حرف سنائي لار ليري فقط عالم جيدا أن هذه القاعدة صعبة ولكن المحاولة يجب المحاولة لنبدأ بمثال كلمة اسم وهو أخذناها في المحادثة في الدروس الأولى قلنا بنم أدم تعني أنا اسمي بنم شيء لي أد تعني اسم كلمة اسم أضفنا رباعي زائد ما بنم أدم أنا اسمي أنت أسمك سنين أدن أضفنا رباعي ن كالقاعدة أدن أدن اسمه هو أضفنا فقط رباعي حسب القاعدة التي ذكرتها قبل قليل بزم أدمز اسمنا نحن أضفنا رباعي أضفنا رباعي بسبب انتهاءه بحرف ساكن أضفنا رباعي مز سيزين اسمكم أنتم سيزين أدن أضفنا رباعي نز أصفنا رباعي أصفنا رباعي أضفنا رباعي أضفنا شئ بسبب انتهاء آخر حرف صوتي في الكلمة هو A ساقيل فنضيف A ساقيل بنم أدم لنكرر لنأخذ مثالا آخر عن كلمة تعني محبوب ولا داعي للترجم لأن الفكرة أصبحت بسيطة أضفنا فقط ملحق م بسبب انتهاء الكلمة بحرف صوتي أضفنا السي حماية زائد إ بزم سيفجلي مز سزن سيفجلي نز لنأخذ مثال كلمة كتاب ولكن يجب أن نلاحظ يجب أن لا سننسى ذلك بنيم كتابم سنين كتابن قليبات فورا سنين كتابن سنين كتابن هنا لم تقلب بسبب عدم مجيء حرف صوتي بعدها بنيم كتابم سنين كتابن إن كتابن من يجب أنه وكتابن من يجب أن تصبح كلمة قالم قالم ميم قالم ميم تاني قالمي قالم من قالمك قالمي قالمه قالم ميمز قالم空 قالم كلم كلم قلم كلم 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 ذكر لناخذ مثال بَنِمْ بَبَمْ أَبِي سَنِنْ بَبَان أُنُنْ بَبَاسِ لسبب انتهاء الكلمة بحرف صوته دفنه سيحيمه بِزِمْ بَبَمِز سِزِنْ بَبَنِزْ أُنْلَارِنْ بَبَالَرِ الْأُمْ بَنِمْ أَنْنَام كلمة أَنَّة تعني أُم والملحق هو فقط م سَنِنْ أَنَّنْ أُنُنْ أَنَّاسِ بِزِمْ أَنَّمِزْ سِزِنْ أَنَّنِزْ أُنْلَارِنْ أَنَّيْ لَرِي إذان أَنَّينَ أَنَّاسِ أَنِّمِزْ أَنَّنِزْ أَنَّيْ لَرِي نستطيع أن نقول فقط أدم بدلا من بنم أدم لأن الضمير ملحق ما يعود عن الضمير ولكن الضمير لا يعود عن الملحق نستطيع أن نهزف بنم نقول أدم أعطي أني! أكذا كان أورونا هو مائة أقدم của أوروهم وق respectكم ليصنعوا وعنفسكم أقدم الأور gamمكم أهمهم إنهم ليصنعوا أريد على شدي don